نحكي وقع الوقع نحن نوصل للوقع الشزوز من اين قطى عندما هذا الفعل كان مخالفا للطبيعة من اساسه وكل شيء هو مخالف للطبيعة للرب الخالق السماء والارض ووضع فيه تكوينة مبادئ اساسية اللي بدون خالف المبادئ اساسية التي هي الشرع الالهي فإنه يخرج عن الوضع الطبيعي هون يطلق عليه هشاز للزرقة والهيدا كله عفواً ما سمعت سرقة أبونا سرقة والقتل والقتل ونحن نحكي كلمة الرب وقت اللي تحكي كلمة الرب بتمنى أنك تسمع أن الله سبحانه وتعالى أبونا أبونا عم يبين أن الله سبحانه وتعالى معذرة لا برضي يسمع لا يقتشني أنا لم أتحدث حضرت الشاي ما أعطيت نيفا كل شيء غلط لا عفواً لا حضرتك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم يعني قوموا على أجمل صورة لما الله عز وجل وضع في الأرحام أو بنقول من الأصلاب إلى الأرحام وضع الذكور ذكور والإناث إناث لماذا أنتوا ذهبتوا وتحديتوا قدرة الله سبحانه وتعالى بإرادتي عفظ 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 أنا قللي ساعتين عم بسمعوا أنا كلامكم كلكم على رأسي أنت عم بتقول أنه نحن عم بتحدى يعني كيف عم بتحدى خلقت الله وقال الله هيك خلقنا الله خلق عظمي أعوش كيف بجلسه الله إذا بدي شيله من حياتي غير موجود ما بدي أخضع للخالق بقول مربولوس لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان لأنهم عبدوا المخلوق دون الخالق فعلينا الفحشاء إناس بإناس ذكور بذكور نائلين في أنفسهم جزاء ضلائم المحق برسالة إديس بولوس أهلي روما فصل واحد فإذا لما الإنسان بيترك الرب بيترك الله الخالق بيقل له أنت مش موجود بحياتي من قال أنه نحن ندشين الله لا أطلق لك إناس مدشين الله أكد أنا عندي بسينة إذا أنت مهزب لا أطلق لنا بك إنت تحديني عن موضوع أنا خارج عنه على رأسي عندي نقطة بسيطة تسمح لي بعد إذنك وأبونا هني راضيين عن نفسهم كثير ولي حوالتي تنتصرف ولي حوالتي تتصور حاولت انتحر من ظلم أهلي ما حاولت احتحر لأني أنا طيب ليش أهلك ظلموك ليش ظلموني لأنه ما تفهموني ما تفهموني أنه الله خلقني لك لأنك أنت غلط منك صحيح أنا غلط نعم وليش حتى أنت وقناع على وجهك شلي أنا من يخيط قناع على وجهك لأ الثاني ماذا هو شليك يا أه خلي هاك تعطني بدي موسيك خلي هاك محتنعة بحالك نحن مش مستحيين من حالك نحن مستحيين من الناس اللي عم بتحرد علينا ضدنا نحن في ناس كثير عم بتحرد علينا عم بيحردوا عيكم لأيكم عم بيخاطوا جئناكم بتدبح لألنا لا خطأ أنتم ولا لا ولا العظيم أنا هلا لأني بسوريا من ده بحث بس خلص كلمة الله حضرتك بتحكي ما تقطشني من أداة بالليا لو سمحت أنا حكيني كبنت أنا بنت إذا ما دك تحترمني مثل ما أنت شايفني أنا ما باحترمك ما باحترمي لألك يا أبونا أنت ما بتحترمني أنا ما باحترمك أبونا تحترمني أنت صر ميتك عراسي ما تحترمني هذا الشيء يعني نحن مش أكثر من الاحترام على طرفي نحن مش أفضل من البشر ونحن جايين لمعالجة لا أنتم جايين بتقول أنه أنتم ألا خلاقكم وعملونا نحن كفار وأنتم سلامة السلام عليكم وحيات القرآن وحيات الممعالي أنا شايفون ظهر معهم أنا يا ريت يا ريت أستاذ قاني عم بتقول هي ظهر مع أخوار لي ظهر معهم لو سمحت إحنا السهرانين سواوا وشايفتهم ناس قاني أنا بتحديد لبسان بتمنى ما تسيلون أنا أقول لاش أصبع عن هذا الفعل ومدل ما تتحدث لحضرتك تحقي حضرتك عم بتقول الإمام علي الإمام علي بيرضى عن هذه الأحرار الإمام علي عبيرضاش عدوري عبيرض لا مش عدوري إسمعي إذا بتردي إسمعي عنا رواية تقول من قبل غلام بشهوة الجمع الله يوم القيامة بلجال النار اخلوا الله يحاسبنا اه الله يحاسبنا اخلوا الله يحاسبنا ليش همه البشر عم بتحاسبونا في مشكلة الآن يا شيخنا عم يجينا واحد من الطريق هذا فساد سؤال سؤال بس يا شيخنا وفساد أستاذ قاني ما تشيل هالسؤال عن المنتاج إلا وسمحت شيخنا أنا اليوم إذا شفتني أنا بالطريق وأنا شاذة شفت واحد عم يتعد علي وعم يقتله وشهيل سيب بدي يقطع لي راسي تسكت عن هالشي ما بسكت طبعا خلاص أنا بسكت بس عفت بس أنا عم بسألها انت راضي عن نفسك عم بتقلي انت بس الله عز وجل مش راضي عنك والشريعة السماوية مش راضي عنك والكتب السماوية مش راضي عنك أنا ألا خلقني هيك والأدبيات العامة مش راضي عنك أنا مش متقبل حالي كرجل بالحياة بقتل حالي بانتحال إذا انت حارت الله ما بيخضب علي كمان يا شيخ بكينا شو ضعيتونا طب يعني الآن عم بتحاول تقصي هذا العنوان عم بتحاول تقبل سؤال انت حارت الله بيخضب علي ونضلي تقبل أنا عم بدي أسأل سؤال بس هني خلقت الله ولا لا خلقت الله بس ولكن مش على هذه الهيئة على هيئة شو؟ ذكر انه وانسا خلقهم الله عز وجل خلق ابنة 8 سنين شو فهموا بأنه كمان في مسؤولية على الأهل هون بدنا نسأل في مسؤولية على الأهل أنا اختصاصي كتاب مؤدس تعليم كنيسة طيب ابنة 8 سنين بدك تسأل هل عم كين عندي جواب بس صغير كافي بدك تسأل بسيكولوج أو بسيكياتر معظمهم بلش بهالعمر هو بجاوبك هو بجاوبك هو بجاوبك عن الميول اللي صارت عنده الكنيسة إذا بتسمح الكنيسة هي مكان للخطأ اللي كي يأتوا إليها ويطوبوا ويسوع المسيح مات على الصليب من أجل الخطأ طيب جين انتو تحسبوا أنا ما بدي حسبوا ما شو ما انطايت عليهم ما بيخلون يحكي لا قبل ما اعترضوا عليك ما حكيت طريقة البابا فرانسيس بابا فرانسيس لحظة لحظة بابا فرانسيس يقول تهميش وإدانة المثليين جنسيا تجاه الموضوع قال إذا كان الشخص مثليا لكنه مؤمن بالله وبإرادته فمن أكون أنا حتى أصدر حكما مسبقا بشأنه وحث البابا في رحلة عودته من البرازيل المسيحيين إلى عدم تهميش المثليين في المجتمع هل هذا تشجيع للمثليين برأيك؟ ما هو؟ أنا أقول لك يقول حضنون حبهم طبعا نعم وحضنون واشتغل عليهم كيف هم بتحبون أخي ما أنا عم بحكي أنا لو إنسان قدامي زلمي عم بحكي كزلمي يدامي كميرا هو مثلي أو كميرا أنا عم بحكي ما تقطشني هو مثلي عم تحكيهم بعدائية أبونا عم تحكي بعدائية عم تحكي بعدائية لما سألتك السؤال إيمان مرت دين قلت لك الدافي بالكنيسة بيتوب الرهبن اليوم مثليين لجأوا للكنيسة ليخفوا حالهم لأنه وكان فيه سمعنيها يعني كذا تدولتها وسائل الإعلام ورجال دين كمان من طواقف أخرى كمان دبطوا بأوضاع شازي وحيية وحوكموا اللي عارفوا لحاكموا وهو اللي بيعرفوا بالدين وبيعرفوا بالدين وحاكموا وتقدبوا كنسيا وهن طلعوا من قلب الدين وعم يغلطوا ما في حدا معص نوع عن الغلط وتقدبوا كنسيا تقدبوا كنسيا مال فرانسيس تقدبوا كنسيا أنا بعترف بالغلط القانون الكنسي لحظة شوية دعني أكمل الكنيسة الله فوق الجميع وما حدا معفي من القانون وما حدا عليها حصانة